دكتور إسلام وحنا بنتكلم على الأمل وبركة الأمل واللقاح الجديد عايزين برضو نفرد له مساحة شوية ونشوف إزاي ممكن الولايات المتحدة إذا توصلت لللقاح المنتظر إزاي ممكن تغطي العالم كله قبل ما يكون عندها أولوية تغطية الشعب الأمريكي دي نقطة كويسة جدا يا سيدة شامي خلينا نقول كده سريعا إحنا جدول الزمن يعمل إزاي إحنا عندنا 200 و 2 لقاح محتمل دخلوا جدول منظمة الصهر العالمية منهم 47 دخل في التجارب على البشر مرحلة أولى وتانية واللي وصل لمرحلة الثالثة عشر لقاحات تم تسجيلهم في الجدول العشر لقاحات دول لسه مش هيخلصوا المرحلة الثالثة دلوقتي لكن هيطلعوا تقارير مبدئية باسموها بريلام دي إن شاء الله تطلع في أول ديسمبر منهم أربع لقاحات من الصين ومن أمريكا وجمالها من روسيا هيطلعوا التقرير في أول ديسمبر طيب لو التقرير ده طلع جيد لأن حتى الآن على فكرة كل اللي بيتقال ده تقارير صحفية يعني بايون تيك فايزر أو مديرنا ده تقرير صحفي لسه ما فيش بيان رسمي إحصائي في الدوريات العلمية كل اللي بنتكلم عنه ده صحافة مش تقارير رسمية ده بريس ريليز حتى الآن يعني ده البيان الصحفي من الشركات المنتجة البيان الإحصائي هيظهر في أول ديسمبر لما يظهر هيتقدم ليه حاجة اسمها الموافقة الطارقة لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA ده المفروض كان بتاخد سنة زمان عشان ياخد موافقة دي هتخلص في أسبوعين لو تم الموافقة في نص ديسمبر أو في ثلاث أسبوع من ديسمبر ده معناه أن في رابع أسبوع هيتم إعطاء اللقاح جوه أمريكا جوه الولايات المتحدة للمواطنين الأمريكيين موديرنا أكتر مركزة على الشعب الأمريكي فايزر مركزة على الاتنين ففايزر مثلا حاليا أنتجت خمسين مليون جرعة فهي يعني شبه واسقين أن الموافقات هتيجي بحيث أنها يتم توزيحها في شهر ديسمبر موديرنا نفس الكلام والجدول الزمني أن بعد كده في أول 2021 يتم التوزيع لبلاد العالم طب التوزيع مثلا لمصر عشان بقى أن نتكلم مصر هيوصل لها إمتى اللقاح إحنا عندنا كذا اتفاقية للقاح فيه اتفاقية مع المبادرة الدولية للتوزيع العادل لقاحات كوفاكس اللي هي تابعة لمنظمة الصحة العالمية دي المفروض أن هي بتشتري أي لقاح مش لازم لقاح معين وتدي حصة للبلاد المشتركة إحنا مشتركين مع كوفاكس بجرعات تكفي 20 مليون مصري كويس أوي ومش 20 مليون جرعة لأنه ممكن الشخص ياخد جرعتين من اللقاح فساعتها يبقى 40 مليون جرعة وشركة فاركو المصرية متفقى مع جمال آية في روسيا أنها تشتري منها اللقاحات في شهر يناير ونقل تكنولوجيا عشان تصنيع اللقاح جو مصر في شهر مايو ونفس الكلام شركة إيفا فارما نفس الاتفاق مع شركة أوروبية زائد الاتفاقات المباشرة ما بين وزارة الصحة وصين برضو عشان شراء الفاكسين ونقل التكنولوجيا لفاكسيرا في منتصف 21 كان عندي سؤال بقى طبيعة الفيروس ومعالجته للبشر في مكان ما بتختلف يعني ممكن يؤدي نتيجة كويسة في الصين لا يؤديها بطبيعة الحال خارج الصين وأنا دلوقتي ممكن أتعمل مع أكتر من جاه روسي أمريكاني الصيني إزاي ده ممكن يكون لي التأثير الجيد والإيجابي على المواطن المصر دي نقطة كويسة لأن العرق فعلا بيختلف في تأثير الدواء أو اللقاح لذلك في التجارب الإكلينيكية مهم أنه بفيه أعراق مختلفة جوة التجارب يعني مثلا فايزر لما جم قالوا أنهم يجربوا اللقاح جابوا بلد من كل قارة عشان يبعندهم تمثيل لكل عرق فمثلا في أفريقيا خدوا جنوب أفريقيا خدوا البرازيل من أمريكا الجنوبية وأمريكا وخدوا بلاد من أوروبا وبلاد من أسيا جنوب أفريقيا برضو هما نفس المناخ بتاعنا مناخ بحر مطاست تقريبا بالضبط فإلى حد ما هتوزبط معنا طبعا بيبقى فيه اختلافات أوقات بس الثابت مثلا في برضو البيانات الصحفية اللي طلعت أنه ما فيش اختلافات ما بين عرق والآخر في الاستجابة الجسم أنه يطلع مضادات أجسام بعد ما ياخد اللقاح نتمنى إن شاء الله أنه برضو على المدى الطويل أنه ده ما بقاش لي أي تأثير وساعتها هيبقى اللقاح هينفع لبلد هينفع لكل العالم بإذن الله بإذن الله دكتور أيب